بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً فيكم في درس جديد من دروس التربية بدنية والدفاع عن نفس التربية الفكرية درسنا لهذا اليوم هو رمي الكرة واستلامها رمي الكرة للزميل المقابل واستلامها معكم الأستاذ بدر ناصر الفهيد كما ما نبدأ في درسنا يا أبطال نبو نستعرض مع بعض أهم متطلبات ممارسة النشاط البتني بشكل صحيح الراحة الكافية إن الراحة الكافية مهمة جداً لتأذية النشاط البتني يا أبطال لكي يستعيد الجسم طاقته وحيويته فلا بد من راحة الجسم بعد داء النشاط البتني وتكمل الراحة في النوم من 6 ساعات إلى 8 ساعات بعد ذلك الغذاء الصحي والسليم التغذية مهمة جداً تمد الجسم بالطاقة وتساعده على داء النشاط البتني بشكل صحيح ثالثاً الزيال الرياضي المناسب والحذاء المناسب عند تأذية النشاط البتني يحتاج مؤدي للنشاط البتني لتداء لبس رياضي مناسب وحذاء مناسب يساعده على داء النشاط البتني بشكل صحيح فالزي الرياضي في الأماكن يختلف باختلاف الطقس وكذلك يختلف باختلاف الرياضة أو النشاطة بدني الممارس فالزي الرياضي في الأماكن الحارة يختلف عنه في الأماكن الباردة وكذلك الزي الرياضي في الأماكن الجافة يختلف عنه في الأماكن الرطبة وكذلك أيضا زي الرياضي لكرة القدم يختلف أيضا عن كرة الطائرة وكرة السلة والعاب القوة بعد ذلك يا أبطال المكان المناسب والآمن أن تأدية النشاط البدني نحتاج إلى مكان مناسب لأداء النشاط البدني وآمن حيث تتوفر فيه عوامل الأمن والسلامة هل ممكن تأدية رياضة كرد القدم أو مباراة كرد القدم داخل فصل دراسي؟ غير مناسب وغير آمن هل ممكن عمل سباق المئة متر أثناء مور السيارات في الطرقات والممرات غير آمن بعد ذلك يا أبطال الإحماء المناسب ما هو الإحماء؟ أحسنته وتهيئت الجسم إلى أداء النشاط البدني عن طريق عمل بعض التمرينات السهلة البسيطة لتهيئ الجسم وتساعدني على أداء النشاط البدني بشكل صحيح أخيرا شرب الماء قبل وأثناء وبعد النشاط البدني شرب الماء مهم لماذا شرب الماء مهم؟ ممتازين تعويض السوائل مفقودة أثناء تأدية النشاط البدني عند تأدية النشاط البدني يا أبطال يقوم الجسم بالتعرض نحتاج الماء لكي نحافظ على نطوبة الجسم وعدم إصابته بالجفاف طيب يا أبطال أنا في المكان المناسب والزية الرياضي المناسب مع بعض نبدأ في الإحماء المناسب تمرين الأول المشي في المكان تمرين استعد ابتدي أخر مرة أخذ نفس أحسنتم التمرين الثاني ازراع في الوسط اضع نقل أن الجدل اليمين في أربعة دات و للشمال في أربعة دات نهتم اليمين 2 3 4 شمال 2 3 4 ممتاز 2 3 4 اضغط 2 3 4 ممتاز 2 3 4 سنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 أنا أخر مرة جماع ثلاثة أسفل خفص نأخذ نفس مع بعض التمرين الثالث ثلاثة أسفل نجال بالرف التمرين يستعد ابتدي واحد ثلاث أربعة دوران ثلاث أربعة حسنت ثلاث أربعة ممتاز ثلاث أربعة ممتاز ثلاث أربعة حسنت ثلاث ثلاث أربعة دوران ثلاثة أربعة ممتاز ثلاث أربعة حسنت ثلاث أربعة آخر مرة جمع ثلاثة أسفل خفص التمرين الرابع دوران الثلاثة عكس اتجاه من الأمام من الخلف نفس التمرين الثالث ولكن باختلاف اتجاه الدوران التمرين يستعد ابتدي واحد ثلاث أربعة حسنت ثلاث أربعة دوران ثلاث أربعة ممتاز ثلاث أربعة حسنت ثلاث أربعة ممتاز ثلاث أربعة آخر مرة جمع ثلاث 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 الآن الجسم صار جاهز وهي لأداء النشاط البدني نبقى نستعرض مبعض درستنا لهذا اليوم رمي الكرة إلى الزميل إلى زميل مقابل واستلامها رمي الكرة واستلامها مدام هناك رمي لابد أن يكون هناك استلام رمي الكرة تعتبر مهارة الرمي مهارة أساسية في أكثر من غياظات تستخدمها غالبا في الإلعاب الجماعية لماذا؟ لأنها تكون بين أثنين أو ثلاثة أو أكثر تعتبر الرمي محركات مناولة التي تستخدم في كثير من الألعاب وقد يكون هدف من الرمي هو الدقة في التوجيه نقطة معينة أو تإصال الكرة إلى شخص معين أو تسديد على هدف الآن نريد أن نشوف مع بعض مهارة الرمي تحريك الذراعين الوقوف كرة الخلف ثاني جزا قليلا وفرد الذراع ثم رمي الكرة تحريك الذراعين واليدين ومسكتين بالكرة للأمام بقوة وسرعة لتدفع الكرة إلى الأمام تحريك اليدين الكرة نهاية حركتهم للأمام مع متابعة حركة الكرة للأمام وتحريك القدم الخلفية للأمام يعني أشاد أفضرعين عاليا أثناء الرمي هكذا أقوم بعملية الرمي نشوف الآن في هذه الصورة يوضح لنا أكثر عملية الرمي ذراعين ممدودتان الرجل تقدم الأخرى الخلف أثناء رمي الكرة الرجل التي بالخلف تتقدم إلى الأمام مع متابعة حركة الكرة نشوف هذا البطل الآن نقوم بالرمي آخر منطقة تلامس الكرة هي الأصابع مع متابعة حركة الكرة نشوف حركة ذراعين ممدودتان النظر يتابع الكرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب وطلبات أهلا وسهلا بكم سنتعلم مشيئة الله تعالى عن تمرير الكرة باليدين أسفل للأمام و للجانب و للأعلى تعتبر مهارة التمرير من أهم المهارات في كرة اليد و معرفة جميع أنواع التمرات بكرة اليد حتى تصل لمستوى عالي في أداء اللعبة وتمرير الكرة باليدين من أسفل للأمام و للجانب و للأعلى من التمرات القصيرة التي تتم بين زميلين متقاربين نتعلم الآن قطوات أداء المهارة أولا نمسك الكرة باليدين في مستوى الحوض أو أسفل الحوض منه قليلا هذا هو مستوى الحوض نمسك الكرة هنا أو أسفل قليلا و ثاني الجذع قليلا إلى الأمام ثانيا نرجح الذراعين إلى الخلف ثم إلى أماما لنعطي قوة لدفع الكرة أثناء التمرير ثالثا نمر الكرة بمجرد تخطي اليد مستوى الجسم رابعا نضع قدم ارتكاز أماما عند تمرير الكرة هذه قدم الارتكاز نضع عليها أماما و ننقل ثقل الجسم في اتجاه التمرير هيا نحاول تطبيق هذه المهارة معا و الآن مع تطبيق المهارة أولا مع تطبيق المهارة للأسفل و الأمام جاهزين تفضل ممتاز لديم مع بعض أحسنت ثانيا مع تطبيق تمرير من الأسفل و الأعلى جاهزين تفضل ممتاز أعلى زيادة ممتاز رعي مادة بحكل كامل ممتازين بعد وحدة أعلى فوق ممتازين ممتازين أعلى و أخيرة أحسنت ثالثا مع تطبيق المهارة من الأسفل و الجانب تفضل تازين أحسنت ممتازين و بهذا نكون قد انتهينا من تعلم أداء مهارة تمرير الكرة باليدي من أسفل للأمام و للجانب و للأعلى دمتم بصحة و نشاط رمي الكرة زميل واستلامها رمي الكرة زميل و قابل واستلامها لننسى رمي الكرة يكون من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل و كذلك ستطيع رمي الكرة إما بكلتا اليدين أو بيد واحدة لو وصلنا لهاي الدرس لنا هذا اليوم أشكركم و حسن اجتماعكم كم معكم الأستاذ بدر ناصر الفيد ترجمة نانسي قنقر